بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم وننتقل إلى الوحدة الثامنة تقييم وتشخيص صعوبات القراءة ونتناول الدرس الأول بعنوان طرق تقييم وتشخيص صعوبات القراءة الأسس العامة لتشخيص صعوبات القراءة غالبا ما يكون التشخيص لبعض حالات صعوبات القراءة في صورة مطولة ومعقدة وفي بعض الحالات الأخرى يكون من السهل تحديد ما يحتاج إليه الطفل من طرائق ومواد تعليمية بدرجة كبيرة من السرعة ولا ينبغي الاستمرار في عملية التشخيص أبعد من النقطة أو المرحلة التي يمكن عندها وضع البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة على حدة ويتعين على عملية التشخيص أن تبدأ بقياس العناصر الرئيسية العامة المتعلقة بكل حالة ثم تنتقل بعد ذلك إلى معالجة العناصر الفرعية بالتفصيل أي بمعنى نبدأ أولا بقياس أنماط الصعوبات العامة نسبيا ثم قياس النواحي التي تتفرد بها كل حالة عن غيرها من الحالات الشائعة من هنا طبعا نرى أن للتشخيص عدة مستويات أولها هو التقييم المبدئي لأطفال المدرسة أو لأطفال المحالين جميعهم لعملية الفحص الخاص ثم تقييم أكثر تفصيلا لتلك الحالات التي تحتاج إلى دراسة تحليلية بدرجة أكبر ثم تقييم للحالات المعقدة أو الحادة وهناك نوعين من أساليب وإجراءات تقييم القراءة أولها هو التشخيص غير الرسمي الذي يستخدم اختبارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقييم قدرة الطفل الكامنة ومستوى التحصيل فيها أما النوع الآخر فهو الأسلوب غير الرسمي الذي يتألف من اختبارات القراءة غير الرسمية التي تتكون من سلسلة من النصوص القرائية المتدرجة مثلا بدءا من مرحلة الصف الأول أو ما قبلها وحتى المستوى السابع والثامن على الأقل حيث يتمثل كل مستوى صفي بدءا من الأول ابتدائي مثلا بنصين قرائيين أحدهما يقرأ قراءة جهرية لنقيس فيه صحة القراءة والآخر قراءة صامتة لنقيس فيه الفهم القرائي لو انتقلنا الآن لنتحدث عن التشخيص الرسمي التشخيص الرسمي من اختباراته التي يمكن أن نطبقها بوسط المعلم كاختبارات كشف فردي للأطفال المشكوك بوجود صعوبات تعلم لديهم على سبيل المثال للحصر طبعا يوجد لي اختبارات الاستعداد المدرسي ومنها اختبار سلسل للذكاء أو اختبار كولومبيا لنطج العقلي وأيضا اختبار التحصيل المدرسي ومنها اختبار بي بودي للتحصيل الآن لو تكلمنا عن بعض مقاييس القراءة لدي مقياس لي كلارك للاستعداد القرائي هذا يطبق المقياس للاستعداد القرائي على نحو جماعي وهو ادام عيارية المرجع ومتعددة المهارات وصم ليتنبأ اي الاطفال في الصف لديهم الاستعداد القرائي وايهم بحاجة الى برامج خاصة او سنة مكثفة من التحذير القرائي ويستخدم المقياس مع الاطفال الذين انهوا صف الروضة وعلى وشك دخول الصف الأول ويتكون من اربع مقاييس فرعية تطابق الحروف وتمييز الحروف واختبار الصور والمفردات واختبار تمييز الصور والكلمات وهو اختبار ثابت ولكن المعلومات المتوافرة لا تظهر وجود صدق تنبؤ مناسب للمقياس ثانيا اختبار بيرجنس طبعا هذا الاختبار يضم ثلاث مقاييس مقياس التشخيص للنمو المبكر والمطور عام 1978 والمصمم للاستخدام مع اطفال بأعمار أقل من سبع سنوات والمقياس التشخيص للمهارات الأساسية والمطور في عام 1977 والمصمم للاستخدام مع الأطفال من صف الروضة والسادسة ابتدائي والمقياس التشخيص للمهارات الضرورية عام 1980 ومصمم للاستخدام في المدرسة الإعدادية وهذه المقاييس كلها محقية المرجع ومتعدد المهارات أخيرا بطارية تشخيص المهارات الأساسية ويتألف هذا المقياس من أربع اختبارات فرعية ويتضمن مقياس الاستعداد 24 مهارة متسلسلة تمتد من المهارات النمائية مثل تمييز الألوان وتعرف أجزاء الجسم ولفظ الأصوات إلى مهارات أكاديمية مثل تمييز الحروف والأرقام وكتابة الحروف